اشتركوا في القناة اليوم عملنا وقفة احتجاجية الوقفة احتجاجية هذه العنوان امتاعها انعدتهم عدو الحكومة كما قلنا هي تحب والدولة تحب تطلب من شعبها باش يطبق القانون هي مش قادة تطبق في القانون فما خروقات احنا عدنا بي فيم ساحينة مع الحكومة فيه بونت البونت هذا يقولك عدم تتبع الأمني لجميع مع بصمين ومن شارك في الاختجاجات ومن يتعمل ساحة شونا يقولوا هاو موقفوا في مدون هاو فرملي هاو كذا معناها زي عاقبوا في تطوير كيفاش ان التطوير انتفضت وطلبت حقها وقاعدة يلتوا ما حقنا عنا صحوانا على الورقة ما عنا يلتوا في لجان المتابعة اللي بتصير هذي ان شاء الله تكون صادقة الحكومة خاطر وليه ولينا عدنا شك الشك هذا الكيفاش من بناننا بالبرنامج هذا يجووا يوقفوا ناس عقب ليه للخاطر مدون قالهم ستلعنكم ستلاحقكم لعنة السكرافية نقولها لكم حتيني بيش تقود تلاحق فيكم لعنة السكرافية خاطر راجي قتلتوه ما تنكروه راه الراجي قتلتوه بتعديتو عليها بكرة بقتلتوه هذي بتقولوا عليها تحريحة حاجة قدامي عيوني كرة بتعديت على راجي قتلاته قناة مع بعطف القصد سأقوم بكم وليه قمل التقنص في غريبات جي Deus سأقوم بكم غم بكم سوى المترجى ليس متضحكم فقط وننقل فيها في أخبار الجهر نهار الثنين معه تقريبا ثلاثة منتاع الصباح أنا مش موجود في الدار بحكب نخدم موجود في جرزيس يعملوا ديسانة على الدار يكسروا الباب لانتري وفي كراه برش وحسوا كذا ومنه دخلوا على الدار أمي ما نحكي لك مضعية متاحة دارنا كل أختي كذا كسروا البيبان للفوق دخلوا البيبان دخلوا البيت خوي هزوه في البشر متاعه كيما هو ما غير حتى ما يحكوش معنا ما أعطيكش تفاصيل حاد شي جيس تخلى البيت هزه طلع في الكراهب ما نعرفوش لي حتى ويمشاء طلبني هزي التاليفون هزي التاليفون ألقى نمرو أخوي اللي توقفها طلبني هزي التاليفون ألقى أخوي يكلم فيه أهل وينك محمد صفالة باس يا أخي وين قال لي أسمع أنت راهو مطلوب في المنطقة حمت السوق في جربة قلت لعلى شنوه ما شنوه شوية عدالي مش كون كلمني من فرقة لا أعلم أنا من فهم أكلمني قال لي أسمع أخوك عنه هنا أمزل الله إيجى باش تروح أنت وياهو لك أسألني قال لي أش عندك باش سميته الباش قال لي أنت تدعو إلى كذا في الباش بتاعك إلى التحريض إلى السرقة والنهب وكذا وكذا قلت له أخي ما عنديش هاي الباش موجود إذا كان لك فيها ما يدعو إلى هذا أنا على ذمتك قال خذاء علي التفاصيل لكل الباش نية شتكون لادمينات اللي فيها بوه قال لي قال لي قال لي قلت له سميت له وعنته قلت له لادمين فم فلاني 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 أعطيني نوعهم قلت له قال لي كيفاش تقول لي ما عندكش نوعهم نوعهم قلت له سألني على الباشات اللي تنشط في التطويم سميت له بعض الباشات قال لي لذا دمين اللي فيها شكون قلت له ما عندكش صفحات تنشط في بعضك مدمينات كدامة قلت له ما عندكش قال لي انت بارا ما ما تحبش وتفهم كذا ومعنى ومعنى قلت له ما عندكش من صعب روحي هاي الباش قدامة كان فيها حاجة ما عندك واللي كتبه ربي توسي قال لي اوكي ما لمورك وزيت شوية قلت له قلت له ما عندكش ما عندكش ما عندكش ما خرجتش منها جملة وطفصينا كان اليوم نصنها يعني من نهار ثلاثة تقريبا ساعتين ثلاثة نهار ثلاثة حتى اكش لليوم نصنها عماد روحت نوية اليوم عماد على خلفية واضحة العملية عماد خرج فيه في وقت توفى خونج ذكرا فيه وخرج تضرب الكرتوز على الكلمة ذيكي وقاع يقاف عماد نظيف ما عنداش مسكين بابا عائلة ورجل كبير ومعروف الجهة ما عنداش ما عنداش في التحركات تماما من اجل الكلمة ذيكي وقاع يقاف في الأخير خلاص يلزم يكون عنوان الحراكة متاعنا لا للأحزاب أي واحد بيش يكون في تنسقية ولا لجنة متابعة للكذا لا للأحزاب وفي مقالنا في الأخير خلاص تطويني بيش يكونوا أي واحدة راح وهم الأحزاب ما تخشش بيناتنا اشتركوا في القناة